سلام عليكم شبيب الزيناء إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة بنسبة الحصة الماضية درسنا محرك خطوة بخطوة دواره ذو مغناطيس دائم جماعة اللي موج فهم هذا المحرك يروح يتفرج الجزء الأول من سيسيلة الخاصة بمحرك خطوة بخطوة في هذا الفيديو شرحت لكم محرك خطوة بخطوة بالتفصيل وأعطيت لكم 6 تمارين وقمنا بمناقشة 8 رقم 1 لكن الكثير رسلوني عبر منصات تواصل اجتماعي وطلبوا مني حل 8 رقم 5 اللي فيه دارة مندمجة SAA 1027 فلنبدأ على براكة الله وحفظه جماعة في 8 رقم 5 كان 4 أسئلة وكلها أسئلة بسيطة مما تخافوش اليوم SAA 1027 رح نقلبها لكم بس بوسا بإذن الله وما كمش رح تنسوها المدى الطويل هيا جماعة نبدأ في أول سؤال بنسبة السؤال الأول طلب مننا تسمية الطوابق وما هو دورها وما هو النوع المحرك طابق F4 جماعة كما كم تلاحظوا كيعد عندك محرك خطوة بخطوة غالبا وش لازم لك لازم لك إشارة ساعة كما كم تلاحظوا هنا يا إشارة الساعة اللي تغذي الدارة مندمجة SAA 1027 هي عبارة عن بوابات نفي CMOS كما كم تلاحظوا هنا يا مكان مقاومة متغيرة إذن هذا الطابق وش نسميه جماعة نسميه طابق توليد إشارة الساعة غير قابلة للضبطة باستخدام بوابات نفي CMOS جماعة اللي حاب يفهم هذا الطابق يروح يشاهد الحصة الرقم 23 شرحت كل شي بالتفصيل وحصة 24 فيها كل التمارين خاصة بتوليد إشارة الساعة عن طريق بوابات نفي CMOS إذن هذا هو طابق F1 أما طابق F2 وهو عبارة عن طابق التحكم اللي راح يتحكم في وشع محرك خطوة بخطوة إذن طابق هذا وش هو عبارة عن دارة مندمجة SAA 1027 ومتقى القشر واحكم مجمعات نشرح لكم بالتفصيل كما كم تلاحظوا إذن ومش وظيفة هذا الطابق بما أنه SAA 1027 عندها ربع مخارج كي واحد كي ثنين كي ثلاثة وتحكم في الوشع تعمل خطوة بخطوة إذن طابق هذا وش يسميه طابق التحكم وظيفة التحكم في تغذية الوشع بتتابع أما X63 كما شرحناهم مقبل في العددات ولا في السجلات 3 وش معناتها مرحلة رقم 3 6 رهية يقصد بها رقم الأشغولة إذن بما أنه X63 فيها بوبة N ومربوطة بال C وC هي الكلوك معناتها SAA 1027 وش لازم لها إشارة الساعة بها تمشي إذن X63 إذا عطيت لها صيفر منطقي صيفر في إشارة ساعة وش يسوي جمع يسوي الصيفر معناتها SAA 1027 ما تمشيش معناتها محرك خطوة بخطوة يبقى متوقف في حالة جعل X63 تسوي واحد منطقي إشارة الساعة في واحد منطقي تسوي إشارة الساعة وهناي وصلت إشارة الساعة لدارة مندمجة SAA 1027 إذن هنا رح تقوم عملية الإزاحة وهنا محرك خطوة بخطوة رح يدور إذن ما وظيفة X63 وظيفة X63 إذن بتدوير محرك خطوة بخطوة هذا بنسبة طابق F2 أما طابق F3 كما كنت تلاحظوا وش فيه في الوشائع تعمل محرك خطوة بخطوة هذا الوشائع ربع من جبناهم جبناهم من طابق الإصلاع تعمل محرك خطوة بخطوة بها رسم يكون واضح ومفهوم معنا تمنقدش نربطها مباشرة هنا تفهموا بالليل وشيعة هذه وهذه 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 جبناها من الساكن تعمل محرك خطوة بخطوة إذن هذا طابق F3 يمثل وشائع الساكن لمحرك خطوة بخطوة أما الطابق الأخير وهو عبارة عن دارة الاستطاعة ودارة الاستطاعة هذه وش هي عبارة عن محرك خطوة بخطوة ودواره ذو مغناطيس دائم وتبديله أحادي قطبية كيف استذعرف تبديلتها أحادي قطبية؟ من بعد نشرح لكم بسكوا لها كيشفت طابق التحكم بتاعه اللي هو SAA 1027 هيا جماعة نكتبه إذن طابق الأول وش هو؟ هو F1 وظيفته توليد إشارة الساعة ثابتة باستخدام بوابات النفي CMOS جماعة كي قلتكم ده إشارة الساعة ثابتة وشي معناتها؟ معناتها سرعة دوران تعمل محرك خطوة بخطوة تبقى ديمة ثابتة بس كون لها لأنه لا فريقونس والدورة بتاع إشارة الساعة ثابتة مغدوش نغيره فيهم أما طابق الثنين وش هو طابق الثنين وش هو طابق التحكم اللي سيتحكمني في تغذية الوشاء باستخدامه باستخدام دارة SAA 1027 وظيفته تحكم في تغذية تتابع الوشاء أما طابق الثلاث وش هو طابق الثلاث وش هو هو وشائع المحرك خطوة بخطوة اللي موجودة في الساك أما طابق الآخير F4 طابق الاستطاع وهذا طابق الاستطاع ماذا يمثل؟ يمثل محرك خطوة بخطوة دواره ذو مغناطيس دائم وتبديل أحادي قطبية وش وظيفة هذا الطابق جمعة؟ وظيفته الدواران بزاوية دقيقة والله يدور بخطوة دقيقة جدا هذا بنسبة السؤال الأول أما السؤال الثاني طلب مننا حساب عدد الخطوات لهذا المحركة مع حساب خطوة الزاوية جماعة بحن نحسبوا عدد الخطوات وش لازمنا قبل ما نحسبها لازمنا ننفهم دارة مندمجة SAA 1027 ونشوفوا وش كاين في داخلها بحن نعرفوا وش وظيفة تحكم في تغذية الوشاء هاي جماعة رح نشوفوا البنية الداخلية تحتها كما كتلاحظوا هي أولا هي عبارة عن دارة مندمجة هالي دارة مندمجة جمعها وش فيها؟ محقون فيها ولا مزروع في وسطها مزروع فيها سجل إزاحة يمين دوارانية أو يسار دوارانية برابع قلبات وش معنى تجمعها؟ معنى تفوسطها وش كاين سجل يا تقدر تمشي إزاحة يمين دوارانية ولا تقدر تعكس له دواران تقلبوا إزاحة يسار دوارانية كما شفناها منقبل سجلات خدمناها منقبل سجلات يدور على اتجاهي زير وش كاين في هذه السركوية؟ هذا السجل إجمعها بما أنه كان سجل إزاحية من دواراني لازم له ثلث حويش بها يمشي الحاجة الأولى لازم له ثلث حويش صحيتو الحاجة الأولى وش لازم له طابق عكس دواران؟ هذا طابق العكس دواران مربوط بالقطب رقم ثلاثة من دارة مندمجة وهذا القطب ثلاثة وش يسميه؟ يسميه الام الموت وش معناته الام مجمعه؟ هذا الام عنده احتمالي إذا مديت له زيرو فولت وش معناته؟ معناتها سجل إزاحة يدور في اتجاه الأول نعتبره مثلا يمين دوارانية لو كنت حب تعكس الاتجاه دواران تاعه هذا الام مدله خمسة فولت كنت مدله خمسة فولت يعكس دواران تاعه وش يقول لي سجل إزاحة يسار دواراني إذن قطب ثلاثة هو نمط تدوير محارك خطوة بخطوة إما في اتجاه الأول أو اتجاه الثاني أما طابق الثاني أما شيء الثاني اللي يحتاجه سجل إزاحة اللي هو طابق الإعتاق ولا طابق إشارة الساعة هذا الطابق مربوط في القطب رقم خمسة وهذا القطب يسموه وش معناتها؟ بما أنه ساة ألف وسبعة وعشرين فيها سجل هذا سجل بهيزيح المعلومة لازم له إشارة الساعة ويعني لازم قطب خمسة تمدله إشارة الساعة إما عن طريق نو خمسمية وخمسة وخمسين بشارط اثنين مربوط مع ستاة والله بيستخدام بوبات نافئة سي أم أو اس نزيد نكملو هذا السجل لازم له كذلك طابق وضع السجل في حالة الابتدائية وهذا الطابق جمع باش مربوط مربوط بالقطب الثنين وش نسميه قطب الار اللي ودي اللي رسيت جمع عرق زمعة يمليحنا بما أنه عندي سجل إزاحة يمين دوراني أو يسات دوراني في السجلات عرفتوا بالكين نوعين يا شحن تسلسولي يا شحن تفارعي الشحن تفارعي يشحن بالقيمة الابتدائية إذن هذا السجل الموجود هنا نوع شحن تفارعي والقطب الثنين هو ليشحن قلبات الأربعة يشحنهم بالقيمة الابتدائية وهذه القيمة الابتدائية من بعد نشوفهم في الوثائق الصانع إذن آر جمعوش وظيفتها إذا ما ديت لها صفر ما عندها حتى دور إذا ما ديت لها واحد رح تشحن سجل بالقيمة الابتدائية رحوا لي بعدها لبعدها جماعة بما أنه هذا السجل فيها ربع قلابات كده حيكون فيه مخرج رح يكونوا فيها ربع مخارج هذو المخرج ما نشحن نربطوهم مباشرة بالوشيئة محرك خطوة بخطوة بهي قلوا لكم تكلفة ونقصوكم المقاحل في وسط هذه الدارة المندمجة خدموا طابق التضخيم كما كنت لاحظوا وش نسميوه طابق الخروج وش هو تبديل تعوه تبديل أحادي قطبية وش معنى تجمعها كما هنا عندي ربع مخارج هنه وش يحقونوا في وسطها ربع مقاحل وربع ديودات ويخدمونها طابق التضخيم في وسط الدارة المندمجة أس ألف وسبعة وشيئة إذن هذا طابق التضخيم قد فيه مخرج فيها ربعة المخرج الأول مربوط بالحداش مخرج الثاني مربوط بتسعة ومخرج الثالث مربوط بقطب تسعة ثمانية والمخرج الرابع مربوط بقطب ستة حيث قطب حداش نربطه بوشيعة محرك خطوة بخطوة الأولى قطب التاسعة بالأل اثنين وقطب الثاني بالأل ثلاثة وقطب الرابع نربطه بالأل أربعة هذا باش ماشي معنى تحداش وتسعة وثمانية وستة هذا يتربط بالوشيعة تعمل محرك خطوة بخطوة وكما كم تلاحظوا بما أنه عنده ربع مخرج لازمنا نجيبونه محرك خطوة بخطوة فيها ربع وشيعة فقط إذن روحوا الطابق للتضخيم وشراكين في وسط الجمعة بها نفهمهم ليه شوفوا معي منه تلاحظوا باللي هذا القطبش فيه فيه مقحة الأم بيان وفيه الديود هذا علاها زادوا الديود بيحمي المقحة المتيارات التحريضية ناتج عن وشيعة أل أربع هنا يا قده جمعة لازمني دارة كما هذي لازمني أربع لازمني في المخرج الأول ومخرج ثاني ومخرج ثالث ومخرج رابع أنا رسمتكم واحدة بهرس ما يكونش معاقد إذن كتشوف هذا الطابق إذن بما أنه كيمقحة الواحد وديود واحدة حيتحكم فيه وشعة واحدة وشي نوع الطابق هل هو تبديل أحادي قطبية ولا ثنائي قطبية إذن تبديل تعد دارة مندمجة SAA1027 هو تبديل أحادي قطبية وليحب يفهم أحادي قطبية ثنائي قطبية جمعة تفرج الفيديو السابق إذن وشي نقوله هنا مباشرة كيمدلك دارة مندمجة SAA1027 وش تقوله كواحد ديما يوسيبي واحد بلا فلسفة بلا حتى حاجة إذن هذه هي جمعة بنية داخلية SAA1027 وبالطبع كين أقطب أخرى كما قطب واحد وربعة وخمسة وسبعة وعشرة واثناش وثلتاش واربعتاش وستاش يعني هنا دارة مندمجة كده فيها قطب فيها ستاش قطب وهذا كامل خاص بالتغذية داخلية والتغذية طابق التضخيم إلى آخرية منشح نقاطكم هذه الخدمة يعني أنتم وش يهمكم كيمدلكم SAA1027 ركزولي على M اللي هي مود نمط تشغيل إذا حي يمين دوران إذا حيصر دوران يتمدلها 0V يتمدلها VCC ركزولي على كلاوك اللي تربطها بإشارة ساعة ركزولي على رسات اللي لازم تشحن سجيل بالقيمة الابتدائية عن طريق قيمة فارعية وركزولي على قطب 6 وثمانية وتسعة وحدش لنحن نربطهم بالوشع هذه هي البنية الداخلية تاع SAA1027 هاي جمعة نرمال مفهمتهم دوركو كيف شفتوا A و C و A تقدر تعرفوا إذن A هاي جمعة شوفوا معي الآن الآن مربطة بالVCC معانتها نمط تشغيل لذلك تعرفوا لازم نشوف حتى نشوف الوثائق الصانع C وش هي هي إشارة ساعة لهذه ربطناها بالـ H والـ R وش وظيفتها إنيسياليزاسيو معانتها تشحن SAA1027 بالقيمة الابتدائية با هزيدوا نفهموا مليح هجمعة لازمنا نشوف الوثائق صانع SAA1027 ركزوا مع مليح كي يعطي لك هذه الدارة من دمجة هيعطي لك زوج وثائق صانع أول وثيقة وش يحمد لك هاي يقول لك وش هي R وش هي M وش هي C كما شفنا L هي رسات وضع في الحالة الابتدائية M هي M اختيار اتجاه الدوار وش هي ومدخل إشارة الساعة فعال بالجبهة صعيد أما الجدول الثانية يمتلك جدول تشغيل Q1 Q2 Q3 Q4 عن طريق M شوفوا معي يا جمعة الام هذي عندي فيها احتمال عندي يتساوي L هي صفر منطقي إذا مدت M يساوي L يساوي منطقي معانتها اخدم بهذا الجدول هذا الجدول سيمشي إذا مدت الام يساوي H الجدول الثاني سيمشي كما تلاحظ هنا M مربوطة بالVCC معانتها وش معانتها يدير عليها X واخدم بالجدول M يساوي H هذا بالنسبة الوثائق صان جمعة L من بعد أجمع وظيفتها وظيفتها اختيار اتجاه الدوارة ركزوا معا يملي إذا كان M يساوي L إذا كان M يساوي 0 ف معانتها موش لعندنا موش في التمريل لعندنا عدنا M يساوي H محب نشح بالتفصيل لما M يساوي الصفر المنطقي شوفوا الحالة الابتدائية في الحالة صفر المنطقي كي اثنين بالقاش معانتها واحد منطقي كي تلايذ صفر منطقي وكي ربعة تلاحظوا تساوي واحد منطقي من بعد هجمع كتجي النبضة الأولى كتجي جبهة الصعيدة الأولى وش سيصر راح تغذى راح يتغذى كي واحد معانتها تغذى الوشعة الأولى مع الوشعة رابعة وشك تلاحظوا ما بين نبضة ونبضة مرة الأولى غذي نزوج وش مرة ثانية غذي تزوج وش إذن س آ ألف وسبعة وشرين نمط شغل متناظر معانتها كل مرة نغذي نفس العدد الوشعة في هذه الحلقة ثانين اللي درسنا ها من قبل وش تساوي واحد لأن تغذية متناظر زائد وش الثانية تغذية كي واحد معاكي ثلاثة معانتها غذية وشعة الوحد ووشعة الثلاثة غذية الزوج كي النبضة الثالثة غذية الوشعة الثنين اللي تحكم فيها كي ثنين وغذية وشعة الثلاثة اللي تحكم فيها كي ثلاثة وش راكم تلاحظوا كلما تجي نبضة نغذي نفس العدد الوشع ومن بعدها يرجع السجيل إلى حالة الابتدائية اللي هي زير إذن في هذه الحالة كي عود أم يساوي الصفر وش معانتها أم يساوي اللو معانتها أخدم بهذا الجتوى أما الاحتمال الثاني كما أعطينا في التمرين كما تلاحظوا أم مربوطة بال VCC معانتها أم يساوي يساوي واحد منطقي ولا يساوي آش في الحالة الابتدائية تشحن K2 وK4 يساوي واحد واحد منطقي معانتها شكرا تلاحظوا سواء M يساوي L ولا M يساوي H فاللحظة الابتدائية عندهم نفس القيمة هكذا من بعدها جماعة كي تأتي نبضة الأولى هنا تعكس الاتجاه عكس الجدول الأول شوف معايا هنا في النبضة الأولى وش غذيت الثنين وL ثلاثة اللي تحكم فيهم K2 وK3 نبضة الثانية غذيت زج الوشعة اللي هي L1 وL3 نبضة الثالثة غذيت الوشعة L1 والوشعة A4 اللي تحكم فيهم K1 وK4 ومن بعدها نرجع الحالة الابتدائية وشكرا تلاحظوا الجدول الثاني عكس الجدول الأول في تغذية الوشعة إذن هذا نمط الأول مثلا إتجاه يمين دورانية وثاني وإتجاه يصائر دورانية وإن وظيفتها تنشطها تشحن القيمة الابتدائية التي هي 0 كما كنت لاحظوا هنا L يساوي L1 يساوي 0 L2 يساوي 1 L3 يساوي 0 وL4 يساوي 1 منطق كيف لما يساوي H إذن لو كان يقول خرج لقيمة شحن الابتدائية وروح شوف النبضة 0 وعندها بدون نبضة أوكي كنت نشط الآن شوف القيمة الابتدائية جماعة زيناء آم هذي شو وظيفة تح اللي سامينها مود تبدل لإتجاه دوران وبما أنه SAA 1027 تحكم في محرك خطوة بخطوة إذن آم وظيفتها عكس إتجاه دوران محرك خطوة بخطوة جماعة الزيناء نهال لك دارة مندمجة SAA 1027 وإنت مغمض عينيك تقدر تخرج كواحد وكاثنين وكواحد وكاثنين قيمتهم ديمة ثابتة إذن كواحد وش تقوله ديمة تسوي واحد لأنه طابق التضخيم اللي موجود في SAA 1027 هو تبديل أحادي قطبية أما كاثنين بما أنه التشغيل في كل مرة متناظم يعني أنت كل مرة نغذي نفس العدد وشعر لكن تلاحظوا كل مرة نغذي وزوج وشعر إذن كاثنين ديمة تسوي واحد نجعل باقي الأسئلة ونكملهم إن شاء الله نجعل سؤال رقم 2 طلب مننا حساب عدد خطوات لهذا المحرك مع حساب خطوة الزاوية كما شفنا حصان الماضية أنه عدد خطوات في محرك خطوة بخطوة ذو مغناطيس دائم وش يساوي يساوي كواحد نمط تبديل هل هو أحادي أم ثنائي في كاثنين نمط تشغيل هل هو متناظر أم غير متناظر في أم وهو عدد الأطوار ولا عدد الوشائع في وهو عدد الأزواج الأقطاب المغناطيسية في هذه الحالة كما قلنا كواحد ديما يساوي واحد وكاثنين يساوي واحد بنسبة 1027 أما باقي التراكي بتولي احتمالات كما شفنا في الفيديو السابق أما الآن نحسب عدد الوشائع 1 زوج 3 4 إذن عدد الوشائع هو 4 إذن في 4 أما P هي عدد الأزواج الأقطاب بما أنه عندي قطب الشمالي وقطب الجنوبي ومع بعضهم يكونوا لزوج واحد إذن P يساوي 1 عدد الخطوات في هذه الحالة يساوي 4 خطوات إذن ماذا نقول نقول أن هذا المحرك يخطو 4 خطوات خلال دورة كامية رحوا السؤال الرقم 3 سؤال الرقم 3 طلب منك حالة المخرج لما تساوي 1 لما وظيفتها وظيفته إرجاع السجل الداخلي SAA 2017 إلى حالة ابتدائية وتشحنه بالقيمة الابتدائية بانعرف قيمة التاعه رحوا نشوفه في الجدول الوثائق الصانع بانشوف الوثائق الجدول الصانع نجمع ومعناتها لازم نشوف النمط التشغيل كما تلاحظوا M مربوط بالVCC معانتها M يساوي 1 معانتها الجدول اللي نخدم به نخدم بهذا الجدول معانتها هذا الجدول اللي M يساوي N 0 عليه X بعدها لما تكون رسات نشطة معانتها السجل يعود إلى الحالة الابتدائية الحالة الابتدائية لها 0 وش قيمة الشحن تعلق اللابة الموجودة في SAA 2017 إذن كي واحدة جمعة يساوي لو يساوي 0 منطقي كي ثنين يساوي X يساوي 1 منطقي كي ثلاثة يساوي لو يساوي 0 منطقي وكي ربعة يساوي هاي ويساوي 1 ويساوي 1 منطقي إذن وش قيمة كي واحد كي ثلاثة كي ربعة اللي تحكمني في الوشعة بالترتيب 0 1 0 1 لما إنه تكون نشطة هذا بنسبة سؤال رقم ثلاثة من بعد سؤال رقم ربعة بعد ما نشطنا إني تخمل نها تشحن السجل هذا تشحن بالقيمة الابتدائية واشطلب منكم ما هي حالة المخارج في نبضة رقم ثلاثة بنفس الطريقة جمعة نختار الجدول تشغيل لو M يساوي H بس M مربوط بال H وم بعد روح نحسب واحد شمعتها نبضة 1 منطقي كي 2 يساوي لو يساوي صفر منطقي كي 3 يساوي لو يساوي صفر منطقي وكي 4 يساوي H معنى يساوي 1 منطقي إذن وش هي قيمة المخارج تاع دارة مندمجة SAA 1027 إذن كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 تساوي بترتيب 1 صفر 1 صفر وش معناته معنى الوشعة هذه اللي مربوط بكي 1 رقم خمسة الخاص بالطابق تحتكم اللي هو عبارة عن واش دارة مون ديميجة اس اا الفو سبعة وشرين نتمنى انه كل شي يوصل لكم على هذه الدارة اهنا يجمع وصلنا نهاية الحصة نذكركم الحصة الجاية ان شاء الله ستكون حول محارك خطوة بخطوة دواره ذون مقاومة مغناطيسية متغيرة موش كما هذا وهنايا ننهيو الحصة الخاصة بالمحارك خطوة بخطوة معناتها فيديو الاخير يمكن غدوة ولا بعد غدوة نطلعوكم عبر اليوتيوب هنا يا جماعة واش نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة